اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وهون هذه الانتخابات التي تعدل في الصحراء المحتلة ما هي شرعية ولا هي قانونية ولا عندها قاع سند ما عندها من شيء ما هو الصحراويين اللي من خرط فيها سواء في الترشيه وسواء في التصويت هذا الشرع للمغرب تسليط على رقاب الصحراويين اللي هما الطبقة الكبيرة واللي هي الطبقة الهشة واللي هي فيها المناظلين وفيها المدافعين وفيها الضحايا وفيها المعتقلين وفيها الفقراء وفيها خريجين اللي بطالة ولا خالقة عنوعة من فئة المجتمع موفيه اذا نرفضوا رفضوا باتا هذا النوع من التواطؤ مع الاحتلال وحد قبلوا قابل بالاحتلال ومشارعنوا ومقونوا بدون ما يشعر خالقة من ثلاثانية غايبة عن ياسر من الصحراويين وياسر يتشدق بها وقل لك الجبهة ما قلت قالت لنا ما تنتاخبوا نبدأ اللي جبهة حد يعمل بمبادئها ويعمل بقراراتها اللي جبهة من هارلينتشات في 73 ماية 73 وهي تكافح شي قال له اي داخيل اجنبي سواء مستعمر او محتل او مجاين بليده ثاني كيفاش ليتشرعن الغازيها والله تقبل المواطنين يشرعنوا لها عنهم يصوتوا عليه والله ما عظلة عن الجبهة حشاها من تقبل ذلك الى اتخلات الامور للمواطنين يختاروا اي عندي عنهم الله لا يبلينا من دار استيقوا وهو معدوه شفاها الله ولا بلانا انا نشرعن الاحتلال وعارف عنه احتلال ونقول بيا الجبهة ما قاتلي لا تصوت الجبهة صلى قيلته قيلته بالفعل وقيلته بقراراته وقيلته مبادئها وتكافح وتقاتل فيه ومن هون راني بعد من هون مسابق لننسى راني نشكر مفتي وعلماء الدين والله الشريعة الاسلامية في هال الصحراء اللي عادوا يتكلموا في ذا الموضوع وعادوا حتى هما يظهروا يظهروا قبال موقف الدين من الغزو ومن الاحتلال ومن الظلم ومن الطغيان وهذا كان يارلا يعود سابق اليوم يغير منين الخلق بمولي اليوم راهوا الحق وقته وراه ملحوق عليه وراه من خلال هذه الفتاوى اللي شفتها ران نشكرهم ورانا طالبين المواطنين الصحراويين كاملين يعملوا بهذه الفتاوى ويعملوا بيها ويصنتوا له ويعملوا به يا الصحراويين لا تكذبوا على روسكم لا تكذبوا على الجبهة وتقولوا الجبهة ما قالت انما الصوت الجبهة ما هي لي تقولها لكم المهم يزال حرم الراس والجبهة تاكلتكم على قناعاتكم وعلى المبادئ اللي حنكتكم بيها منذ أزيد من 47 عام واذن اللي ما اللي ما فاتلحقوا فاش يفهم ذا مثلا له يفهموا والمثال يقول من لم يكون لهم النفسه واعد لم تنفعه المواعد اذا يا الصحراويين انتخابات المغرب ما هي شرعية ولا هي قانونية ولا تشرع نولو وتقول نولو باش يصلط على رقابكم ويصلط على وطنكم ويصلط على خيراتكم ويصلط على مساجينكم اللي هما مقبوب عليهم بين المؤبد وثلاثين سنة وخمسة وعشرين سنة وعشرين سنة هذا ما كون الله به من السلطان ما هم ظالمين ولا هم طاغين ولا هم قتالة ولا هم أسحاب القتل والمخاذرات كما لا يلحقون على خلص سنوات ولا عشر سنوات بينما المناظلين الأحرار الشرافة مقبوب عليهم بالمؤبد وكانهم ديرين جريمة ما قدرها حد اذا من هون نضامنا معاهم ونضر ايدي في ايديهم وان شاء الله لا يحروا لا يحروا بايدي المقاتلين وليس بايدينا احنا المتخاذلين اللي عايشين معاهم ونصوتوا على عدوهم ابدأي له يتحروا ان شاء الله والعهد هو البيننا والعهد اللي خلوا الشهداء وخلوا مبادئ الجبهة اما احنا رأنا كيف ما مشارع الشهداء رأنا اللي مشارع خيانة وعذوب الله من الخيانة وعذوب الله من الخائنين يغير بعد التشبوث بمبادئ الجبهة والتشبوث بعهد الشهداء هذه طريقة كبيرة ونائرة وضوها بين ولا تخلي حد يغلط يكون حد بغي يغلط وكل الوطن والشهد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر